ماذا سيفعلون عندما يصلون إلى الجامعة؟ هذا نموذج الهباش فنموذج الهباش مرتبط بالتعليم جميل لو أدنى لي الأستاذ فالوشوشة وضعت هذا على أول مفردة التعليم التعليم ولكن في إطار النظام التعليمي كما فهمت منك حتى الآن أعتقد أنك تتفق أيضا معي لأن هناك مشارب ومصادر أخرى لتكوين الشخصية من حيث لو أخذنا مثال الأستاذ فاروق شوشة نفسه يعني أنت اعتمدت على مصادر خاصة من خلال قراءة مكتبة الوالد من خلال اللهاب قبلها كتاب الخارج من خلال التوجه إلى كان قصر الثقافة أو البلدية مكتبة البلدية في ضميات وهذه المكتبات كانت موجودة في معظم دخلنا على وزارة أخرى قطاع آخر من الدولة حتى نشخص لكن مكتبة البلدية كانت تكمل ما تفعله المدرسة وهنا الفرق يعني الآن لدينا مئات قصور الثقافة لكن بلا مدرسة قصور الثقافة لا تبني قصور الثقافة أنت تمارس نشاطا جميلا قدرا من المتعة الفنية تقرأ إذا وجدت كتابا أو مجلة لكن المدرسة هي حجر الأساس لأنها هي اليوم المدرسي الذي يبدأ باكتشاف كم هؤلاء الواقفون في الطوابير أسوياء وتعلوهم قيم النظافة كم هم محترمون للعالم الذي يحيونه كم هم منصطون للإذاعة المدرسية التي تقدم لهم الأخبار الآن الكتب المدرسية يؤلفها مجموعة ممن يبحثون عن ثمن الكتاب كام كتبنا كان يعلوها أسماء طاها حسين إبراهيم الإبياري عبد العزيز البشري أدباء ذلك العصر انظر إلى أي كتاب الآن يدرس للأولاد من هم صناعه إما أنهم موجهون في الوزارة أو مدرسون في التعليم يعني أنا بدلا من أن أقرأ نصا لشوقي أقرأ نصا ألفه متشاعر أو شعرور لما أعود إلى الفترة الأولى التي شهدت تكوين البذرة الأولى في الشاعر والإنسان فاروخ شوشا وأنت ولدت في بالصدفة البحثة قرية اسمها الشعراء في محافظة ضمياط وكان التعليم بدأ من داخل البيت حال الأسرة المصرية الآن يعني هل أيضا حتى يعني قبل أن نلوم الدولة والنظام التعليمي الرسمي هل يوجد أب لديه الوقت حاليا أن يجلس مع أولاده يعلمهم أن تكون لديه مكتبك المتاحة التي أتيحت لك على سبيل المفاق كان هناك معيار مرتبط بالقيم انتهى أن النموذج الكامل للمواطن أن يكون متعلما ليس أن يكون حرفيا أو ليس أن يكون مستقبله ضمن من يسمون رجال الأعمال أو رجال المال ده اللي جام منها حكاية بلد شهادات كان نموذج المواطنة أن تكون متعلمة تفعل ماذا بعد التعلم هذا أمر آخر لكن أن تتعلم جيدا في أي مجال من مجالات التعلم وتتعلم بالإمكانيات المتاحة لأي بيت مصري ليس بالضرورة أن تكون الأسرة موسرة وتدفع 30 ألف جنيه مصاريف لا على الإطلاق يعني طيب إذا أحدتك أدني مثال حاليا أسرة مصرية متوسطة الحل أو حتى يعني تحت المتوسطة الحل باعتبار ما يحدث الآن في المجتمع إنفاقها الأساسي ليس في المدرسة ولكن في الدروس الخصية لأن الدروس الخصية أصبحت هي البديل عندما تشحب المدرسة وتنتهي لا بد من أن تقيم مدرسة في البيت ومدرسة في البيت يعني أنا أعرف آباء بذواتهم يعني حصيلتهم من المال يعني اللي بنقول عليهم على أد حالهم كل ما يملكون مسخر لهذا لهذا الجانب فتخيل بيتا يخرج منه مدرس ليدخل مدرس ويخرج مدرس ليدخل مدرس لأن هؤلاء في المدرسة لا يعلمهم أحد حضراتك ذكرت عام 57 بعد تخرجك من كل دار العلوم ثم تحقق كل تربية جمعة عين شمس سمعت أن الإذاعة أعلنت عن أنا اشتغلت مدرسة لمدة عام في مدرسة النخراش النموذجية وهو من أجمل أعوام حياتي لأن يعني عشت فيه تجربة العلاقة مع نشأ صغير السن طبعا الآن هم كبار بعضهم خرج على المعاش من من كانوا طلابا في المدرسة في ذلك الوقت لكن كانت تجربة خصبة بالمعنى الحقيقي الرغبة في الإذاعة لم تكن رغبتي كانت رغبة لأحد زملائي أمامنا صيف طويل ماذا نفعل فيه نتقدم للإذاعة أنجح أنا لا ينجح هو وأنا كنت مؤهلا لبعثة في التربية من خلال كلية التربية يذهب هو إلى البعثة لأنه احتياط البعثة تبادلنا الأدوار المهم أني وجدت نفسي في الإذاعة لا أنا عايز حضرتك السيد فاروق شوش حدثنا قليلا عن آليات الاختيار التي كانت موجودة في النظام الإعلامي المصري آنذاك أولا المتقدمون كانوا عدة آلاف أعتقد أربعة آلاف أو يزيد قليلا الذين نجحوا في النهاية كانوا سبعة وتعرضوا لامتحانين تحريري وشفوي التحريري كان ينقسم إلى قسمين موضوع عربي يكتب ثم موضوع يكتب بالإنجليزية مباشرة ثم موضوع ثالث يترجم من الإنجليزية إلى العربية هذا الاختيار مذيعين الاختيار مذيعين ومقدم برامج هو الامتحان كان عنوانه اختيار مذيعين ومقدم برامج ومحررين جميل للأقسام الثلاثة الناجحون في الامتحان التحريري يتقدمون الامتحان الشفوي الذي بناء عليه سيخرج المتعاملون مع المايكروفون هؤلاء صنف ومن سيعملون في التحرير أو تقديم البرامج أو الترجمة هؤلاء صنف آخر لأن اختبار الصوت أساسي في القسم الذي سيعمل مذيعا وفي ذلك الوقت كان كلمة مذيع كلمة لها جلال ووقار لأننا كنا نستمع إلى أصوات كبرى حسن الحديدي جلال معوض أحمد فراج سعل زغلول نصار فاروق هرشد نبيل بدر كانوا كباراً وكنا نحاول أن نتخيل أشكالهم من خلال الصوت والغريب أن الصوت كان يعطي فكرة مضللة عن الشخصية لكننا أكيد حصل فيه كثير من أنا كنت أتصور مثلاً حسن الحديدي هذا شخصية بنيان ضخم وقوام فوجدت أكثر ميلاً إلى الضآلة القسر والهزال والنحافة يعني أحياناً مذيعة أتصور أنها من خلال الصوت مالكة جمال الإذاعة فأكتشف أنها لا علاقة لها بالجمال مع أن صوتها رخيم وهكذا بصراحة أستاذ فالو نعم في أثناء الامتحانات خوضك الامتحانات يعني عندما تقارن الأليات الموجودة أنا ذاك بالأليات الموجودة حالياً إلى أي مدى كان هناك فساد لو تبقت أليات ذلك الزمان لن ينجح أحد حالياً لن ينجح أحد طبعاً لأنه كانت لجنة الامتحان عميد كلية أداب عين شمس الدكتور مهدي علام ونائب رئيس مجمع اللغة العربية هو رئيس اللجنة كبير المذيعين عضو في اللجنة مدير الإذاعة لشؤون البرامج عضو في اللجنة كبير المهندسين عضو في اللجنة خبير في علم النفس عضو في اللجنة ده ليه؟ ويجلس مع الممتحن في الستوديو ويسجل كم مرة بل عريقه كم مرة اتطرب عند سماع السؤال كم مرة شحه بوجهه إلى هذا الحد وهو يجلس لا علاقة له بمن يمتحن لدرجة أني عندما دخلت للستوديو تصورته كان يمتحن قبلي وتخلف قلت له أنت مش خلصت مش خلصت مع السلامة فلا يرنت يعني اتحرك في يوم من الأيام قلتلي الكلمة دي لأن أنا كنت في كلية الإعلام وكان من حسن حظي نحن كنت بيتدرس لسنة ربعة في كلية الإعلام وأنا كنت في سنة تانية وكنت بحضر لحضرتك وانت ما تعرفش سنة في سنة تانية السنة اللي بعدها كنت أنا في سنة تانية